بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين ما خاب سيد من تمسك بكم وأمنى من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ابني يا دهر غدرك بي فإني وجدتك غير بر بالكرام كغدرك في بن الهادي علي سادة الخلق في الأزل العظام رميتهم بسهم الغدر ظلما كرمي الصيد في البلد حرامي فبعض بالسجون قضى وبعض بحد سيف دام إثر دامي فؤادي كل يوم بالتهاب ودمعي كل يوم بنسجامي إذا ذكر الحسين إذا ذكر الحسين فأي عين التصون دمعها صون احتشا بكته الأنبياء وليس بدعين بأن تبكي الكرام على الكرام وعليه خر موسى صعقا وعافت مريم نطق الكلام ولم يريح يا باسم إلى أن سقته أكواب الحمام فهل وجدت كزينب أم موسى وهل باتت كزينب باهتضايا يا عشية بات منزلها خليان من الأبطال والأزد المحام تناديهم وهم صرعا وتندبهم وهم فوق الرغام بني أمم أناديكم ولا مجيب وسياط على متني لا يرعى لي ذماب شبان المصايب من زغر وياي شبان ونيران بضمير حشاي شبان ليقل شبيت شقل وقدت شبان على وجاسم واخوت أهل الحمي أهل الحمي يه يو أهل الحمي يهو دهي يهو مصاب ماجر على الخلق يهو أهل يهو أهله من غير رأس على الوطي ولو من غير رأس على يا الوطي ياهل الشيام زينب تراني ياهل وماضيكم كيفاني أنا مخدر وخدر ما لثاني أولا من دهري وزيماني ماذا أعمل بهالدهر والزمان سيدتي زينب أولا من دهري وزيماني سطرني على عيوني وعماني ياهل وبي كربل واليولاني أبعمود بفضل سيباني سيباني بطبرات الأكبر من دهاني وبجمرة عرس جاسم شواني وبجمرة عرس جاسم شواني شواني والسهم لمثلث من هواني لاظلوع خيطها وحنى أخويا يا أخويا السهم لمثلث من هواني أهواني أ Absolue أظلوع خيطها وحناني أحناني أهواني أي أي güzel سير ظل عم الفاني واليوم جاء نصوى يا ابثاني اليوم جاء نصوى ابثاني انا لا صرت بالدنيا عسى انا زين باليحشون عني سليات المصايب ما سلني وحدة بثار وحدة الفني نزلنا على عيون وعمني ايه وبكربلة وليا ايه 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 انا تمرمر ايه 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 قال رسول الله صلى الله عليه وآله ايه 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 طالب عليه السلام امير المؤمنين والحسن والحسين والحسين بنت محمد بنت محمد ايه ابو ناس ترى من زمان يعني مو جديد العهد من ذلك العهد القديم ايام الرضا ايام العباسين اللي كان حينما جاء الامام الرضا الى خراسان انشد هذا الانشاد وذلك حينما قالوا له ان الرضا قدم والناس اجت من كل حده بوصوب وهي تنشد للرضا فلماذا لا تقدم قصيده فقال قيل لي انت اوحد الناس طرا بقول الورى وشعر البديه لك من جوهر الكلام نظاما يثمر الدر في يدي مشتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا اهتدي مدح امام كان جبريل خادما لابيه صلى الله عليه شاهد يعني بالكلام مو هنا بس هاي مقدمة هاي هنا الشاهد يقول قال انا ما امدح الرضا لاناني لساني قل يعني شون اقول بالرضا سلام الله عليه يعني ما اقدر اصل الى المعنى اللي اريده بحق الرضا فصادف الامام كان جاي بموكبه الملكي وعلى ناقة ملكية فصادف ابو نوعس فهذا بعد ما تحمل رأسا انشد اقبال الامام الرضا سلام الله عليه هذه الابيات طبعا على ضوء آية التطهير انشد هذه الابيات مطهرون نقيات ثيابهم تجر الصلاة عليهم كل ما ذكروا اللهم صلى الله عليه ان لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر الله لما ذرى خلقا فاتقنه صفاكم واصطفاكم ايها الغرار انتم الملأ الاعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور فقضية التطهير وآية التطهير قضية مشهودة وبديهية وطبيعية بانها انزلت بحق اصحاب الكساء الخمسة طبعا هذا البخاري يذكر هذا المعنى في الرواية تقول ولما عن زوج النبي عائشة تذكر هذا الحديث في البخاري تقول ولما انزلت آية التطهير على ضوء الآية موجود ذا تقرون هناك في الصحيح صحيح البخاري اذكر تقول لما نزلت لما نزلت هذه الآية جلل علي فاطمة والحسن والحسين وهو النبي معهم طبعا جللهم بالكساء اليماني وقال اللهم اشهد ان هؤلاء هم اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم حديث الكساء اخواني نصيحة لوجه الله لا تتركوا حديث الكساء ولو بالاسبوع يوم فانه علاج للمرض ضعف الهام فشيء اثر عجيب في حديث الكساء تزموا به وهذا فيه اجماع الكساء اليماني وكما في الحديث ايضا يروي البخاري ان ام سلم لما نزلت هذه الآية وجلل للنبي علي وفاطمة والحسن والحسين في الكساء اليماني تقول اردت ان ادخل فجذبه رسول الله صلى الله عليه وعلم وقال هنيئا انك الى خير فجذبه رسول الله صلى الله عليه وعلم وقال لها انك الى خير ان شاء الله فاختص الله اهل البيت سلام الله عليهم بهذا المعنى ومن بينهم سيدتنا فاطمة الزهراء هاي من الاستثناءات للزهراء سلام الله عليها ونحن في ايام الزهراء واستثناءات الزهراء عليها افضل الصلاة والسلام وجعل الله الثواب على طاعتهم والعقاب على معصيتهم كما اجمع المسلمون على هذا المعنى وذلك حينما نزلت هذه الآية العظيمة في قضية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله يقول البخاري أيضا على ضوء الآية لما صارت المباهلة قال زعيم النصارى إذا جاءكم محمدا بأصحابه فباهلوه وإذا جاءكم بأهل بيته فلا تباهلوه فكشف النبي الخيمة وإذا بتلك الأنوار الإلهية تتلألأ نورا وجمال صلى الله عليه وحمد الله وهو وجه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله فقال زعيم النصارى إن محمدا جاءكم بوجوه عزيزة على الله وكريمة عند الله ولو سأل الله بهذه الوجوه على أن يزيل هذا الجبل من مكانه لتزيل أعطوا الجزية وأنتم صاغرون يقول البخاري لو أن نصارى أنا أقصد بهالكلام أبدو أصل المعنى لو أن نصارى نجران باهلو لمسخوا إلى قرد وخنازير يعني شنو هذا البخاري يذكر يعني اللي يتحدى هاي الوجوه هذا يمسخ أما قرد أو خنزير قال يا رسول الله في الأمم السابقة أكو مسخ فقال النبي إذا كان المسخ في الأمم السابقة ظاهرا فإن في هذه الأمم مسخا باطلا كيف ذلك فقال النبي صلى الله عليه وعليه تراه إنسان تراه أنه إنسان ولكن بمسك حيوان إنسان ولكن يحمل قلب ضاري قلب أسد قلب ذئب قلب أجلكم الله كلب حش كلب فبهل وحشي هذا أعوذ بالله فهذا النبي شي يقول طبعا هنا البخاري ما أنا أمالي شغل الرواية هذه موجودة يقول لو أن النبي قال لو أن نصارى نجران باهلوا يعني تحدوا لو مسخوا إلى قرد وخنازير يعني التحدى هاي الوجوه وجوه أهل البيت ويستهين بها وما يحترمها وما يؤدي حقها وما يؤدي واجبها يكون في هذا المعنى الاستهان بهم هو استهان أعوذ بالله بالله سبحانه وتعالى أراد عليهم أراد عليهم أراد على الله هاي شنه سورة الحمد إخواني سورة الحمد هي سورة محمد وآل محمد هو الصراط المستقيم شنه هو حجار مدار لا الصراط المستقيم بشر أحدنا الصراط المستقيم أي صراط الصراط الصراط هم اللي وصلنا إلى الله هم الأدلاء على الله نعم صراط الذين أنعمت هذين الصراط اللي هدوا اللي ماشيين بها أهل البيت سلام الله صراط بس شون وصلوا إخواني شون وصلوا أهل البيت السلام عليك يا ممتحن أمتحنك الذي خلقك اختبار النبي بعظمته رسول الله صلى الله عليه وآله شي يقول يقول ما أوذي نبي يعني أردقلك شاف أوضين اختبار افتحان ابتلاء مصائب محن عبد الله وأطاع الله طبعا القرآن يبين هذا المعنى بطاعتهم لله الله سبحانه وتعالى اشتباهم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا طبعا قال الله كامل الآية شون يعني يهدون بأمرنا أي بمعنى أن الأمر الإلهي مفارقاً لهم لو مصاحباً لهم مصاحباً لهم غير مفارقاً شون هو الأمر الإلهي إذا أراد الله شيئاً أن يقل له كن هذا الأمر الإلهي مصاحباً لمحمد وآله أهل محمد صلى الله إذا أرادوا شيئاً هو أن يقولوا له كن بيدهم الكون والله أنا أمس قلت هاي القصر بس جبالي الله فتلاوي خاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه يقل له حكم حكم الكون حكم الريح حكم الغيث والكون اللي ذا مركب تحت حكمك يحاميها يا بحر المحيط وقاف يا راسي رواسيها يا مذهل يا مهويل يا داهي دواهيها سيف الباري المنسى الأسد يا سيف المنجر فهنا يا أخواني ألسانه وعينه ولكلبيده كم سلمه إذان السامعه وبابه آياته وصفت علمه يا عفو الله وكضم غيظه وجوده ورحمته وحلمه غضب للي غضب عليها وسئفك للعليها غضب فالأمر الإلهي غير مفارقا لهم الزهراء إذا تريد شيء بإذن الله بلحظة تقول لك كون في كون نعم ليش لماذا بالله شوية وياي لماذا لأن فاطمة هي روح محمد أخواني ترحنا ما قاعد نحكي حكي ألف ليلة وليلة لا هاي عقيدة هاي التزم بيها نجاة خير هذا الطريق إلى الله هذا نور هذا حفو هذا حرز قالوا منشتم بكم ريحة طيب انتو وينش انتو يا أهل الملائك يا ملائكة السماء الأولى السماء قال الأولى قالوا إحنا كنا في مجلس يذكر به فضاء العلي بن أبي طالب اللهم صلى الله على كل حال السماء روح بيت هذا عمي نعم هاي اللهم يديم علينا هاي ما أتم الحسين أي والله بحق محمد وآله الطيبين والطاه قال يا سيدي دايلي قال شين قال دايلي بالجنة قال لا تعدك ولا يتنين الإمام الصادق قال لي والله فقال الإمام أنت في الجنة أنت في الجنة أدعو لك بأن الله لا يخرجك منها فهنا الأمر الإلهي غير مفارقا لهم بعدين فوجعلنا بس شون وصلوا إحنا أشوف أخواني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وين لما بالله ويعي بالآية لما شنو لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يعني الأمر الإلهي الله لما يؤمرهم بأمور يفكر يحكي راسه هات شيء لو ما يحكي راسه أبا حشاهم أبدا الأمر الإلهي أصلا قبل أن يصدر يستشعرون استشعار هم يطبقونه نعم وصلوا أهل البيت لخضوعهم لله لأرادة الله الله وهم أفضل الناس وأحسن الناس طبعا كل من يريد يقول أنا أحسن الناس أنا أحسن الناس أنا أفضل الناس لا عمي القرآن هو الذي يحدد من أفضل الناس وأحسن الناس وعلامات أفضل الناس وأحسن الناس في قوله تعالى بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله الجليل العظيم يضطي ثلاث علامات لأفضل الناس ومن أحسن آي العلامة الأولى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله هذا ولا منه أحسن شنو أحسن الناس يعني شنو ومن أحسن طبعاً القرآن يسأل يقول تعالى أبو يرد أسألكم من أحسن من اللي يدعو إلى الله طبعاً شنو هالكلام هذا ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله يعني شنو يعني الله سبحانه وتعالى يقول أحسن الناس هو الذي حينما تراه بالأرض وياي أحسن الناس هو الذي حينما تراه يذكرك بالله هذا أحسن الناس هذا أحسن الناس من خلال ملابسه من خلال سيماء من خلال سلوكه من خلال إنسانيته من خلال معروفه من خلال عفوه من خلال تسامحه يذكرك بالله لو ما يذكرك بالله رحمته يذكرك بالله أسألكم بالله أسؤال جاوبوني جاوبوني شوية من رخصتكم البخيل من تشوفه يذكرك بأله زين بي من يذكرك البخيل لا جاوبوني جاوبوني ببليس يذكرك لأن البخل صفة من صفات منه صفات بليس ولذلك النبي قل لا تتصفوا بها عقبتها سودة المتكبر بي من يذكرك يذكرك بأله لا يذكرك بأله نعم يا أخواني هاي قيم هاي أهل البيت يتونسون بها ويحزنون ولذلك يكونوا لنا زين ادخلوا في قلوبنا السرور أهل البيت سلام اللهم اجعلنا أن ندخل في قلوبهم السرور هذول تشوف واحد مثلا هذا اللي على كل حال زين راسه وشعره واصل للسقف هذي من تشوفه يذكرك بأله أو هذا اللابس لك لا دو حاط لسوار أو لابس لترشية هذي ذكرك بأله هكذا أخواني يجب أن يكون استشعار كون اللي يشوفنا حينما يرانا أيضا شنو اللي يشوفنا يستشعر الرحمة الإلهية يستشعر كون اللي يشوفنا يستشعر رحمة محمد وآل محمد هذا واقع قال النبي صلى الله عليه وآله يأتي زمان تتشبه به النساء بالرجال ويتشبه به الرجال بالنساء ألا لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء إذن خبطت الأمور راحة القيام فأحسن الناس هذولة يا عمي اللي من تشوف ويذكرك بيمن جاوبني يذكرك بالله هذا هذا اللي العاقبة الطيبة هاي أول علامة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بعد العلامة الثانية بالردوياء وعمله صالحين أسألكم بالله السؤال أنا ما أريد أن أفصل حتى الوقت أن أصار لنص ساعة عقرة أسألكم سؤال لما تطي الواحد تطي عطاء أنت لمن اطيت اطيت هذا اللي اطيت نفسك جاوب نفسك القرآن يقول وما تقدموا من خير كيف إذن طبق على هذا الإنسان حسرت الفوت وسكرت الموت بس هنا أكو آية تقول يا رب ارجعني حتى أنه أصدق وأكون من الصالحين علامة الصالح أن يكون هكذا أخواني يسر القلوب أخواني هذا الله يزيده لو ينقصه يزيده الشاك بذلك شاك بالله هذا السرور هاي العلامة الثانية لأحسن الناس وعمل صالحين العلامة الثالثة لأحسن الناس وقال إني من المسلمين يعني شنو أي بمعنى إني من المسلمين لله إمامك الرضا إلهي لو أدخلتني نارك وعرفت أن فيه رضا قلت هي جنتي لأن حيثما وضعتني وعرفت فيه رضا قلت هي جنتي لو أدخليني بلص النار وانت راضي أنا أقول هي كيفك يا ربي شنها التسليم هذا شنها التسليم إمامك الحسين إلهي إذا كان هذا يرضي لا تقولوا بألسنتكم شنها العظمة يا أخواني زينب سلام الله عليها هذا نايد دور شي يقول القرآن لا تستوي الحسنة ولا السيئة أدفع بالتي بكل الأمور هي أحسان فإذا فإذا الذي بينك وبينه عدا وكأنه ولي حبيب وما يلقاها من اللي يوصل إلى هذا المنصب المقام اللي يواجه الله المؤمن من هو اللي يوصل إلى المقام اللي يواجه السيئة بالحسنة يقول مك الواحد القرآن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني القرآن يريد يقول الطائع لله صابر على أوامر الله الخاضع لهوى لهوى الله النازل عند إرادة الله سبحانه وتعالى المطيع لله صاحب الحب الكبير عند الله وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني صاحب الحظ الكبير عند الله شنع علامته الخاضع لله هو الذي يواجه السيئة بمن الحسنة وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم حسن بعض الناس يقول لك سيدنا والله كناس ما يفيدوا إياهم تروح له تواصله تبطي ما يفيدوا لا ما لك شغل إمامك زين العابدين سلام الله عليه يشوف بعينه مروان بن الحكم يضرب راس الحسين بالصوت ويخاطب الحسين رأس الحسين ما أجمل بردك باليدين ولونك الأحمر في الخدين لقد شفيت قلبي منك يا حسين بعد ثمنتشور يصير الإنقلاب على بني أمي بعد ثمنتشور وكلها طردت مروان من قبل الزبايرين صار الإنقلاب مروان وين يروح ما يدري ما أحد لفا وين راح كلكم أصحاب مجالس هاي أئمتنا أخواني هذول أهل البيت سلام الله عليه هذا نفس محمد وآل محمد اللهم صلى الله نعم هذا نعم يقولوا قالهم عمي ترى ما حد رحمنا غير بس واحد زين العابدين هذول باب الرحمة هذول هذول ان شاء الله رفعهم شون بلاش عاقبتهم طيبة هذا العمل ما أنه أصروا على هوى أنفسهم لا إنما أصروا أن يخضعوا لهوى منه هو الله وإما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاستعد ما لك شغل أنت تشتغل ويا الله الموزين من الذي تكفل به جاوبني الله يتكفل به أنت صير زين ما لك شغل أنت جانبك العفو والمحبة والتساء والعاقبة الطيبة وشوف إمامك الحسن صلى الله وحمد حياكم طبعا أنا أشكر حسينية الياسين أسأل من الله يحفظهم يحترمون السادة وخدام الحسين ولي يجي ووف ويقفوه لو يستقبلوه يعني والله أسأل من الله يحفظكم إن شاء الله ويرعاكم إن شاء الله ويريكم خير هذه الخدمة في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآله محمد الله يسكر وهذا في الحقيقة يعني ما أقول بس هالمكان وكذلك يعني إثبات الشيء لا ينفيه مع أداه باقي الحسينات والأخوان فهنا يا عزائي الكرام الإمام الحسن سلام الله عليه طبعا أنا قلت هالكلام هاي الصفات الثلاثة إنه اللي ذكرناها لأحسن الناس ساد هذه الصفات وتقدم بهذه الصفات وعلى بهذه الصفات وسار بهذه الصفات وأعظم المطبقين لهذه الصفات الإلهية هم محمد وآل محمد الله فالإنسان يوكل أمور إلى الله شوف إمامك الحسن حينما سقي السم ودخل عليه الحسين قال أخي ما الذي جرى قال أخي أبا عبد الله لا تهرق من أمري ملء محجمة دم وعند الله تجتمع الخصو ولكن أنا أطلب منك طلب يا أبا عبد الله واحد قال أطلب يا نور عيني صلى الله على محمد قال سيدي عفوا أو قال أخي يا أبا عبد الله أريد منك طشتا تضعه بين يدي قلت أو قال الحسين عليه السلام وماذا تصنع به يا نور عيني قال حتى أقذف به كبدي لقد تقطع في جوفه وبالفعل جاء له الحسين بطشت وأخذ يقذف كبده قطعة بعد قطعة فبينما هو كذلك وإذا بأم المصاعب أقبلت وهي تنادي وأخاه وحسنا قال أخي اخفض طشت قبل أن تراه زينب فدخلت العقيلة زينب قبل أن يخفل حسين صكت وجهها حينما رأت كبد أخيها صاحت يا هل يا هلناس خلوني أنوح ولا تلوموني شفت الحسن بعيوني وشفت الطشت جدام ويجلب شبدته بالعود أم الحسين خاطب أخاه بآلابه يقل له يا عضي دياب محمد ابن جي علسم شبدك تمرت يا أخوي اليوم طاغ الشام عيت حسين وعلي وعلي يا أخوي أتراك أموي هذا حسين how أوه أوه كذل يا أخوي يش يصبرني على فرقاك إيك اللحنة يا أخوي في دايك بس كون أنت يا بحر الجود تسلم وحينما حملوا جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه وطلعت أم المصائب مولولة أيواء أخاه وحسنان وضيعتاه بعدك من لنا بعدك يا أبا محمد صحيات يا شيال البحر الجود ريض والنعشر خل نسايل الوفاد وان تروح من بعد المن تقصد الوفاد عقبل كان مقصدها أو يا أخي خلي رفيع لي ولا عدد يارها يرد محليات كلمرابعها أو غور عذيب مورد عقبل حسن راعد جود يا هلي علي هيعو عز هاشم صبح مفقود الله يساعد عزيدي أو هاشم من عقوب فقد قوض بدر عليها أو هاشم فقدت العين أو ظل حسين من بعد يصفج وسف بيمين ينظر جاسم بعين أو تهم البلد مع عين يصيح دمعة تجري أو يلعليك يا ذخري يا أخو يا فقدانك سأر ظهري عقبل هضم الضيم يعضي ديرحت برد أخو يا صبرتي على الهضم كله وهذا الصبر تالي تضعين والشبد مسموم وفق عدك يخلبي يا بدر يا بدر كل سلب فرقاء كصواب يصعب علي يا أخوي يا أعضي ديابو محمد أهضمك ما يجرع لحات يا أخوي اليوم العدو عيات زيني الحسن شامو وهاشم صارت بشدة يا أخوي فقدانك يا حليف الجود هاشم يصعب عليها ذلت من بعد عيناك يا أخوي ذلت من بعد عيناك وظلمت نوادي يا بدر السلب فرقاءك هاشم يصعب عليها يا أخوي يا أماي الحياة الراح من عدنان وتبدى يا أبو محمد يا الله أريد لي ونة ويا زينب أريد منكم ثلاث دقائق الكرام والحسن نحن صارنا خمسة واربعين دقيقة نقرأ أسأل من الله يعفظكم قولوا يا الله أريد واحد يرد على الآخر ونختم هنا بها لأبيعة ثلاث دقائق وأسألك الدعاء ويا الزهرة آي زينبت ونوئ العبر بصدرها بالمصايب والحزين قضة عمو زيانة بعل حسن وكفأت ولاوها الموقف ذهلها أو شافت شبد أخوها الحسن لا تنزي نبيا مهلها أريد كلكم تحجونوا يا عين هنا أهون من الشام أهون زيانة بشام مهلها الملكتلة بأعيال بأعيال أخوها تكفلت وعدوان هبيح اشتفقت ابديوان وميمن وقفقت قامت الدمعة هاته لواسيح يا الله عقوب ذاك الخدير بتيل زجي اميسر ها اواج فا بديوان ومي ولا واحد من بني هاشم وصالها بالمصايب والحزين قضى تعوى اخويا وقفنا بمشان الما وقفنا اما وقفنا وقفنا وشتم حدر سمعنا اخويا حتى العدو قلبك سرنا يزيد وحصل بيدلت من لا يا اخويا ومدت الى نحو الغريين طرفها ونادت ابا خير ماش وراكب يا الله الهي بوجه الزهراء اكفنا العلل والامراب اللهم اجعلنا من احسن الناس يا الله الهي بحق محمد وآله اجعل بنا سرور محمد وآله يا الله الهي بحق محمد وآله لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا من اوصاني بالدعاء من اخواني الحاضرون السامعون المؤمنون السادة الحاضرين الاخوان اسأل من الله ان يحفظكم جميعا ويقضي حوائجكم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب ويكشف السوء امن يجيب دعاه ويكشف السوء امن ويكشف السوء امن يا الله بوجه السوء ويكشف السوء يا الله الهي بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين يا الله اكشف عنا السوء والبلواء كفنا الامراض وكفنا شر الدنيا وبلاء الاخراء اللهم فرج عن امامنا واجعلنا من انصار واعوى احفظ هذا البلد العزيز واجعله آمن المطمئن وسائر بلاد المسلمين وهذا امر من الامام المهدي سلام الله في الدعاء اللهم وبلاد المسلمين فاحفظها يا الله بحق محمد وآله ولا سيما هذا البلد العزيز بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين الهي فرج عن امامنا واجعلنا من انصاره واعوان والمرضيين عند الامام صاحب العصر والزمان ارحم امواتنا الى والديكم امواتكم اموات المؤمنين والمؤمنات الى روحنا على الزهراء السيد جاسم الطهر جاو الى روحي الطيبة الطاهرة المقدسة امواتكم جميعا الشهداء خدام الحسين العلماء الماضين من ليس له ذاكر ان يذكر اموات المؤمين والمؤمنات الفاتحة مشمولة بالصلاة على محمد وآله انتظار الانتظار 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 الان